الوطن نضعه هنا بين عينينا ونخدمه بالغالي والنفيس مثل هذه الأزمة إذا كنا نريد تحفيز الناس إلى مجال التطوع وما إلى ذلك بيجيك واحد يقول طيب هل ثمت منافع ستعود علي جراء تطوعي هذا ولا الموضوع بس أني أروح تطوع والسلام عليكم ونتهى الموضوع يمكن تستغرب حجم الاتصالات اللي يجينا من الزمل أو الزميلات رغبة في التطوع بالتالي أنا أقول لك مواطني هذا البلد جاهزين لخدمة بلدهم ولم يسأل أحد عن قضية المنفع الخاص كل واحد الآن يفكر ماذا يقدم لهذا الوطن وطننا في هذه الأزمة أثبتنا أشياء كثيرة وطننا عظيم وقدمنا أشياء كثيرة لما احتاجنا وطننا ونقدمنا شيء أكيد الجميع وألمسته حقيقة بقوة الجميع يريد أن يقدم الاتصالات كثيرة جدا في مهمة معينة وهي مهمة تعليمية كلفت فيها مجموعة من الزملاء وقلت إن شاء الله أن نشوف لكم مقابل فما تتخيلوا شلون بعضهم مثل اللي نقولها بالعامية الشرح علي لا بالعكس قالوا هذه مهمة وطنية ونقدم فيها وأرجوك أن لا يذكر هذا الموضوع أمام المسؤولين وأننا جاي نخدم وطننا وكذا لكن هل تحسب ساعات العمل التطوعي مثلا في السجن؟ أكيد في المنصة الآن أنا أتوقع الزملاء جهزوها وبرمجوها بيكون في ساعات عمل تطوعي وجزء من رؤية المملكة العربية السعودية في العمل التطوعي إلى وصول إلى عدد من الأكثر تقريبا والله ما ذكرنا الرقم ولكن أظن مليون ساعات تطوع أو مليون تطوع أنا أعتقد إن شاء الله في هذه الأزمة متى ما أحتاجه لكن أنا أريد أن نقول عملية التطوع يجب أن تكون منضبطة ليس بأي واحد يطلع للشارع يقول أنا بعمل عمل تطوعي ولا يوقف أمام سوبر ماركت طبعا المواطن هو مسؤول الآن أنه يلتزم في المنزل ومتى ما كان في حاجة للتطوع أو لخروج هذا المطوع يخرج وفق الآليات المنظمة ويكون تبع الجهات سواء كانت الأمارة كانت الشؤون الصحية إدارة التعليم يجب أن يكون التطوع وفق الآليات المحددة أو الأدوار التي نحتاجها فيها أو يحتاجها بلد فيها هذا جميل العنصر النسائي أيضا سيكون له دور فاعل في هذا المسار يا دكتور لما تكلمت أنا تكلمت عن التطوع لم يحدد جنس كل نحتاجه حقيقة سواء كان من المعلمين أو المعلمات أو المكادر الإداري أو المكادر الطبي في أي من الجنسين كلهم نحتاجهم في هذا الأزمة وليس الطلاب والطالبات أيضا والطلاب والطالبات في أعمار معين حقيقة تعرف الآن أننا ما زلنا في عام دراسي وهم يتابعون منصات التعلم وكذا وبالتالي متى محتاجناهم يعني اليوم بصدفة أنا من شوي أتكلم مع الزملاء في برنامج ماهر هذا برنامج في الثانويات يتكلمون معي عن فكرة إبداعية يقولون عندنا اللي هو ثري برينتر طابعات ثلاثية الأبعاد فنقدمين مشروع بنقدم إن شاء الله قريب عن قضية الأقنع الزجاجية يقول نقدر نصنعها فنقدر نوفرها بنقدمها هدية للكادر الطبي إنه ممكن نصنع عندنا تقريبا عدد من الطابعات ثلاثية الأبعاد ممكن إنه نصنع نبغى بس إنه نشوف وش الاحتياجات ونقدر نشتغل في هذا الموضوع السلام يعني حتى حتى تطوع بالأفكار أيضا صحيح التطبيق دكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام متحدثا عن الجوانب التطوعية في ظل أزمة كورونا شرفتنا وبالمختصر شكرا جزيلا لك شكرا لك